السلام عليكم انا منور من قناتي يانسون وقراويا النهاردة هنعمل حاجة جميلة جدا هنعمل كريمة الحلواني بدون كريمة بدون كريمة شانتيه بدون نشا بدون جيلاتين وبدون حليب شايفين الكريمة قد ايه متمسكة وتقيلة انا كده رسمها على الطبق واخبط الطبق في الرخامة جامد جدا ما بتنزلش ولا بتسيح خالص متمسكة جدا جربوها هتعجبكم اوي وكمان تقدروا تعملوا منها كل الاشكال اللي تحبوها بدون ما تسيح تفضل مدة كبيرة جدا بدون تلاجة وما تسيحش ولا يحصل لها اي حاجة فعلا فعلا نتيجتها مظبوطة جدا انتو نفسكم متجربوها مش هتصدقوا ان دي كريمة انتو عاملينها في البيت بدون كريمة شانتيه وهي فعلا نتيجتها احسن من كريمة الشانتيه اللي بنشتريه من برا كريمة الشانتيه بيسيح لو سيبتوه برا التلاجة مدة نص ساعة بس انما دي لو سيبتوها ساعة او اتنين او تلاتة ما تسيحش ولا يحصل لها اي حاجة خالص ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة وكمان تعملوا لايك للفيديو اول حاجة هنحتاج لمون ممكن اللمون الكبير ده وممكن اللمون الصغير المصري العادي اي لمون موجود عندكو هنستعمله في الوصفة دي اول حاجة احنا هنحتاج كباية عصير لمون يعني مية وخمسين ميلي اللي هي كباية الشاي العادية ممكن نعصر اللمون في المعصرة دي وممكن نضيف عليه شوية مية في الخلاط العادي ونعصره بعد كده نصف فيه اهم حاجة اننا يكون عندنا مية وخمسين ميلي او كباية من كباية الشاي دي عصير لمون بعد كده هنفضل عصير ده في الحلة ونضيف عليه كبايتين كمان مية يعني عايزين 3 كبايات من كبايات الشاي كباية عصير وكبايتين مية وكمان هنقطع اللمونتين دول ونضفهم كمان على السوايل اللي حطناه في الحلة لاما لمونتين كبار بالشكل ده لاما اربع لمونات من اللمون الصغير العادي بتاعنا پس فلو مئن دول ونصلح نصفنا في الحلة ثلاثية سياسة انخدموا يزيقين لاما ليجب عليك دو ویلان دولن وزيقين للخلی بعد ما نقطع اللمون هنضيفه على السوايل اللي حطناها في الحلة وكمان هنضيف على السوايل دي 8 كبايات سكر من نفس الكباية اللي استخدمناها يبقى المكونات كباية من عصير اللمون وكبايتين مية وتمن كبايات سكر ونقطع اللمونتين دول أو 4 لمونات صغيرين بعد كده هنقلب المكونات دي شوية بالمعلقة بالشكل ده بعد كده نحطها على النار النار اللي عندي العين الكبيرة اللي في النص أنا مولعها على آخر هفضل أقلب في المكونات دي لحد ما السكر يدوب تماما في الميا وأنا كده لسه معلية النار خالص هفضل أقلب فيه على طول لحد ما يغلي وكل شوية أمسح جوانب الحلة بالمعلقة عشان ما يتكونش عليها حبيبات سكر أول ما الخليط ده يغلي بالشكل ده شايفين عمل ريم الريم ده هيروح تماما أول ما الخليط ده يغلي هوطي النار للنص يعني الحرارة تكون متوسطة وأسيبه تلت ساعة كاملة يغلي هو كده غلي أنا وطيط النار النار دلوقتي متوسطة برضو همسح جوانب الحلة بالمعلقة بالشكل ده عشان مش تكرمل وهوطي النار للنص زي ما قلتلكو وهسيبه يغلي لمدة تلت ساعة كاملة شايفين أنا موطيط النار الرغوة اللي على الوش هدية شوية وبقى بالشكل ده هيفضل يغلي كده لتلت ساعة أنا بأكد عليكم التلت ساعة عشان ده سر نجاح الوصفة أو سر نجاح الكريمة بتاعة الحلويات كل شوية يعني كل خمس دقائل أقلب فيه تقلبتين كده بالمعلقة بالشكل ده وكمان أمسح جوانب الحلة بالمعلقة ده كده بعد تلت ساعة هشيل اللمون ده بمصفة وأنا ما برميش القشر اللمون ده ما برميهوش ممكن لو حد بيحبوا يأكلوا كده وبعد ما شيل قشر اللمون على طول هطف النار واسيب الخليط ده يبرد ومش لازم يبرد خالص ممكن يدوب يدفى بس بعد كده هجيب بطرامان إزاز أو بلاستيك وهفضي فيه الخليط ده وهغطي البطرامان ده وهدخله التلاجة واستخدمه يعني هسيبه في التلاجة لوقت الاستخدام وممكن يفضل في التلاجة محفوظ لمدة سنة كاملة احنا ما بنحتاجش من الخليط ده غير كباية واحدة يعني 150 ملي شايفين الكمية اللي عملتها عملت بطرامان كبير وكمان حوالي كبايتين من الكباية دي هحتاج 150 ملي أو كباية هحطهم في كسرولة وحطهم على النار يغلو بعد كده هجيب مضرب البيض لازم يكون نضيف تماما وناشف تماما من الميا وحط فيه بياض بطين والبيض لازم يكون خارج من التلاجة يعني سائع بعد كده اشغل مضرب البيض يدوب اشغل دقتين بس والخليطة هوا اللي هو كباية العسل غلية على النار اجيبها على طول واضيفها على البطين معلقة معلقة ومضرب البيض شغال اضيف عليه من الشربات السخن او الشربات المغلي معلقة معلقة بالشكل ده هفضل اضيفه بالتدريج لحد ما يخلص خالص وممكن لو مضرب البيض مسكينه بايد تنزله الخليط ده تنزله الشربات على البيض زي سرسوب كده او نقط بالايد التانية بالتدريج كده خلاص انا حطيت الشربات كله على البيض والمضرب بتاع البيض شغال هفضل اشغله او هفضل اضرب في البيض والعسل لمدة 10 دقايق كاملة بمضرب البيض شايفين دي كده بعد خمس دقايق الكريمة تقيلة جدا مش خفيفة بس هفضل اضرب فيها كمان لمدة خمس دقايق كمان وكل ما اضرب فيها اكتر هتتقل اكتر وطبعا كل دقيقتين ثلاثة واقفوا مضرب البيض شوية ريحوه بحوالي نص دقيق عشان ما يبصش شايفين كده بعد 10 دقايق شايفين الكريمة تقيلة جدا ازاي تقيلة جدا بشكل مش هتصدقوه الصراحة النتيجة نجحة جدا وجميلة جدا بعد كده هفضيها في الكيس الحلواني وارسمها قدامكو عشان تشوفوها ازاي الكريمة تقيلة جدا شايفين بتترسم بسهولة جدا ازاي ومتمسكة جدا جدا الكريمة الجهزة ما بتدناش النتيجة دي شايفين حتى وحرك الطبق وبقلبه وما بتنزلش خالص ومرسومة بشكل حلو قوي هرسم لكو دلوقتي كزا شكل منها تشوفو قد ايه هي نجحة قد ايه هي متمسكة وطعمها جميل جدا وده عشان اللمون طعمه حلو قوي مركز جدا الطعم مش هتصدقوه التماسك بتاعها كمان مش هتصدقوه خالص ودلوقتي هرسم لكو رسمة كمان حقيقي الصورة او الفيديو ظالم الكريمة يعني هي فعلا متماسكة اكتر من انتو شايفينها كده وجميلة جدا شايفين الرسمة متماسكة ازاي وكمان دي رسمة تانية متماسكة جدا الكريمة دي ممكن تفضل في التلاجة اكتر من ثلاث ساعات بدون ما تسيح وبدون ما يحصل لها اي حاجة زي الكريمة التانية ولا الرسمة بوز ترسموا بيها اي رسمة تحبوها شايفين الرسمة حلوة ازاي وجميلة ازاي ومتمسكة هوريكو ازاي دلوقتي مقلب الطبق واخبطوا على الرخامة جامد الكريمة ما بتنزلش خالص ولا الرسمة بطبوز شايفين سقط الطبقة الرخامة متماسكة جدا بالشكل ده جربوا طرقية الكريمة دي هتعجبكم قوي وكمان هيبقى معاكو كمية كبيرة من الشربات في التلاجة تستخدموها وقت ما تحبو وما تشتروش الكريمة من برة تاني اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم وتجربوها وبالهنة والشفة مقدما وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم